وله يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ثبات ورسوخ وبهى أحنى له التاريخ مفرق رأسه وأحله في الصدر من صفحاته نزلت بالمسلمين أعظم نازلة أوهنت عقول الأجل فهذا أقعد فرجلاه لا تقله وذاك دهش فلا يعرف من يمر عليه ولا يرد على من سلم عليه وعمر ينكر موته ويشهر سيفه على من قال به أمر تطيش له العقول ومنه تنفطر المرائر ويقبل الصديق رضي الله عنه في ثبات دونه الجبال الراسيات ليعلن ما فحواه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم إن دين الله قائم وإن كلمة الله تام وإن كتاب الله بين أظهرنا والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله وإن سيوفنا لمسلولة ما وضعناها بعد لنجاهدن كما جاهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبغين أحد إلا على نفسه